أرى لديك الصفحات لكي نعزم بيهم هاك ولكن صبر دعني نكمل التعويض الأولى حيث الجذور أني رطيته فين كان يكتف قنا نحضره نحضره المارض و ربما يكون نظن شي كنس قريبا في القبيلة اه عارف ولكن لا سنبدأهم الخاتمة بالله دعنا نجربه هذه الملحة و نتأكده منها الأول راني حصنت بالتعويض قلب الشرناط اه عندك الحق ما سديش عليه و هنا جيت قدامه و ادنيه و همست ليه ايوه خبيهم را سنبدأ نهج الهواصل في شمس المهرب من كتاب الضغطور حساب و من إنتاج حماد القرشي الحلقة الثانية الحلقة الثانية موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مع العلم أن الباب مردود والشراج مستودين ولحظة بانت الحفنة دي الملح كتشدت بحالي لك يضربها شي واحد برجليه وفي نفس الوقت كيترسم في الحيض الظل متقطع على شعاع اللي جاي من طو الشمع شاف في يا عمر هو مبتاسم ومبيين الفرحة حيث نجهات التعويذة اللي قريت وبانت النتيجة ديالها اللولى ودهبا جات نبتو بشيكمل الخطوة الثانية خدا عمر القرعة ووقف وخوشوية من المفلغطة وحط القرعة وبدك يخاطب الجني من اللي بانت الحركة في الصالة من خلال الضو الشمع اللي يضار في الحيض مرحب بمعوت مرحب بخادي مرحب بالمطلوب نادينا عليك يا.. ما.. ما بغينا منك.. ما بززنا عليك.. هدا ما قام عزك يا.. قبل علينا.. ولي نفدتي.. العطشك نرويو يا.. وفي هذه اللحظة بدك ينفوت الدخان متقطع على شكل سحب اللي كانوا واضحين غير ملحيط.. غمزني عامر وبيديت في قراءة التعويذة الثانية ولكن كي يرمز لمولاه بحل شي شي باني.. حرك عامر راسه أفقيا.. وفهمت باللي ماشي هو اللي دايرين في حسابنا.. قطر عامر اللي ما في الغطاء.. وعلى هدك الملح المتشتد.. وهي تطلع منه سحابة الدخان غطات نص اللي قدامنا من الصالة وبانو.. بانو أجزاء من ذات الخادم.. من وسط السحابة.. ولكن مان فروزينش.. وهدك الصوت بدك يتقطع ورجح بحل آنين.. وقفت حتى أنا ودرت يدي من ورايا.. كنقلب على العصى.. كنت حطيتها تمك.. حتى توصلها نوبتها.. وتقضي واحد المهمة.. لعصافيها واحد الحديدة بحل القانجو.. لم ألقيتها حتى شحفت.. حيث تضوش مع غطات السحابة الدخان.. وجيت العصى جهة الكرسي.. وضربت معه حتى حكمة الكرسي.. جريت الجهة ناحة تقرب للخط المستقيم.. دي المال مانع.. ورديت العصى البلاستها.. وفي هذه اللحظة.. بانوا لي جوجت المخات تيشيره في الأرض.. وصندالتي قد تمشي غير بوحدها.. لهيبش ما بدك ايميل تاني.. وخرجات منها كرة دي العافية.. بحل هادوك اللي كيعمره في فمهم بلاركول.. وكيصوته في العافية.. عامر خوان ما تاني في الغطة.. العز ليك.. وبيك يا.. ما أتينا بيك.. ما يعلز منك بيك.. طلبه منك.. وحنا أخو الشاع.. هذا عهد ما.. وفي هذه اللحظة.. أنا سمعت شي حس من ورا الباب.. دي الصالة.. اللي كان غام ردود.. شفت في عامر وقشرت ليه.. باش يوجد راسه.. وخرج صفحات المخبيين تحت قشابته.. وبدأه دقات القلب تيالي كيتساره.. شوية.. شفت في عامر وقشرت ليه بزوج دي الصبعان.. وكان يعني بيها.. باللي حضر الجني الثاني.. حيت سمعت شي حس من ورا الباب.. عامر أشار ليه بلي ما يمكنش يحضره بجوج فوقت واحد.. وهذا سير من أسرار تعويضة قلب الشرنات.. واللي ما كدت تعتمدش على الطلاسم المجزاءة.. بده عامر كيحل الصفحات الكتاب.. شمس المعارف.. وشير ليه باش نزيد نجر الكرسي بالقانجو.. واتقرب.. الشمعة اللي تحرقت منها 25%.. وحنا ما زال ما وصلنا لنص من العملية.. دردك شي اللي قال ليه.. واخديت القرعة دي المه.. اللي احتهي قربات سالي.. وطبعا.. يويلها إلى سالات.. جريت الكرسي الجهة اليمين في الكاين عامر.. حيث الوسط فيه خط مستقيم.. اللي مديور فيه المدية المانع.. عاودت سمعت الحس من ورا الباب.. وفي هذه اللحظة.. بدك ينقص الخيال.. اللي كان يبالينا في الحيط.. والدخان حتى هو بدك ينضاثر.. تلفت عامر الجهتي.. هو كيحرك راسه عموذيا.. كان كي يعني باللي عندي الحق.. وباللي كي نحرك من ورا الباب.. وهات الشي مسبق شوقع الشي حد من قبل.. لأنه من المستحيل.. استحضار جنيان بتعويضة واحدة.. والتحصين بدون طلاصم.. وهذه المسألة مدام وقعت.. فهي كتشكل عنينا خطر.. وهو الضار كامل اللي غادي تولي مسكونة.. والحل الوحيد.. هو استخدام الحروف العكسية.. والجدول الثالث البرشي.. اللي في واحد من الصفحات اللي جاب معاه.. رغم أن الترتيب ما عدناش.. وهذا اللي خلاني نطلب المساعدة من سيدة عبد السلام الخرموطي.. أي خطأ في نطق المحتوي الجدول.. أو ترتيب الحروف.. في غير المحل ديالها.. كي يشكل خطورة أكبر.. من اللي خايفين منها.. لهذا.. قررت أنني نجازف.. ونخرج من الدائرة.. ونعاود نسدها على عامر.. وندي معي القرعة ونحصن بها نفسي.. كي نقدر نوجد قرعة أخرى من المادية المانع.. حيث الليلة بها أنت غادي تطول.. ولكن طبعاً.. خاصني نتأكد من المصدر الصوت هو الأول.. واللي كان من وراء الباب.. اللحظة اللي هزيت فيها خطوة.. باش نخرج من الدائرة.. سمعت الباب وكيت سد.. وفي نفس الوقت.. كيت تختفى الدخان.. وحتى هذك الخيال المتقطع.. اللي كان كيباليا في الحياة غبر.. رجعت رجلي فين كانت.. وبديت كنقرف التعويضات.. في نفس الوقت اللي بدا فيها عامر.. فتح جهات الحروف الجدول الخمسطاش.. اللي كان في صفحة 35 اللي كان يتعلق بالطرد.. المارد.. فهد الأثناء.. كترجع صندالتي فين كانت.. وحدة دائرة ببحثها.. وبنفس الوضعية اللي كانت عليها.. الشرط العامل أنه يحبس قبل ما يكمل الجدول الأول.. لأنني عارفه ما عندوش تدقيق في الطلاصم المطلوبة.. خصوصاً أنه في مثل هذه الحالات.. أي تعويضة كتنافي مع القلب الشرناط.. كتأثر سلبياً على مردودها.. ولو كان من الكبار الصهارة.. هنا عامر فهمني.. وفهمني شنوك تباغي نقول.. وحبس وتوصف حالي في هالجدول.. وآشار لي على بعض الحبات دي الملح.. اللي كانت باقى ما تبخرات.. وفي هاد الحالة.. خاصني نردد التعويض الأخرى.. عبارة عن جملة.. وغادي تكون خمسة وسبعين مرة.. وكتتعتبر من أعتى التعويض.. رغم أنها لا تتعدى سبع كلمات.. لقوة تأثيرها على الجان.. خصوصاً.. الجان الخادر.. وكتجعلك يتمثل الأمر.. اللي كيردد بهذا الطلاصم.. لكن الإشكال في هذه اللحظة.. هو أنني خاصني نمسح جميع الحبات الملح.. اللي باقى ما نصهراتش.. يعني خاصني فوطة.. أو لطرف ديلة توفازك.. نلويف العصى.. ونجفف بيه.. قاعدوا كل بلايس اللي وصل لهم الملح.. واللي تشتات.. فكرت وأنا باقي كان نردد في التعويض الأولى.. وهي تطيع لي واحد الفكرة.. وخا ما تقبلتهاش من خاطري.. ولكن للضرورة أحكام خاصة بها.. خشيت يديه في جيب الفوقية.. ونصلت السروال.. وتبعته بالشورط.. شديته ولويته في العصى.. ولكن باش غادي نفزكه.. المال اللي كان في القرعة مايمكنش.. حيث ولا مانع.. وأصلا قليل.. درت عند عامر.. واللي كان عاصر على الصفحات ودائرهم تحت باطو.. أشرت له باللي خاصني باش نفزك الشورط.. وهو عينعت لي في.. آه.. الحزام ديالي.. قلت لي.. لا مايمكنش.. ما نوصلوش لهذا المستوى من النهار الأول.. هذي يديه.. وكي يعني بها باللي هذا هو الحل اللي بقى لنا.. وإلا سنخرجه إما ميتين.. أو فمنا ورجلين عوجين.. شفت فيه شوفة طويلة.. أنا كنت أمي الكلام الشيباني.. سيدي عبد السلام.. اللي قال لي يبللي أي خطأ في النطق.. كي يؤدي بالهلاك.. انقلت الحامر يخبي الصفحات تحت قشابته.. ويشد القراحة إن وجد الشورط.. تلفت الجهة الحيط.. وأعطيته بظهري.. حتى في الزكت الشورط.. قلبت العصالي عند الكرسي.. ودفعته بش شوية الوسط الصالة.. استنيت شوية باش نعرف وش غادي تبان من بعد شي حركة.. ولا يتسمع شي صوت.. لكن ما كينوالو.. من بعد ما غبر الخادم.. مديت كنجفف في الأرض.. وندوز على كل بلاصة وصلاتها العصا.. قصني عامر بكتفي.. ونعهد لي الشمعة.. أوف.. بقى غير النغزة وغادي تطفى.. قصني نبدأ التعويضة للجملة.. عاود دوست بالزربة بالشورط.. ورطيت العصال بلاصتها.. وبيديت كنرطد هذوك سبع الكلمات.. أخ.. يا.. سام.. لا.. لنا.. الأر.. سواك.. أخ.. يا.. سام.. لا.. لنا.. لنا.. الأر.. سواك.. وصلت للمرة 2.40.. وضفات الشمعة.. وضلامت الصهلة.. وأنا نشد العامر في الفوقية.. وكملت حتى وصلت 70 مرة.. وضرب لي عامر في يدي.. أنا ما فهمت علاش.. لكني كملت.. بديت كندوزي.. يبزوه جهة عامر.. كي نقيسه ونعرف أشواقه.. لكن في لحظة ما لقيتوش حدايا.. وما كانش الحس دياله.. وحتى باش نعيط له.. ما نقدرش.. حيث من الأساس.. ما عرفش وش تبطلات التعويضة لاستحضار ولا لا.. وهذا كان غدي يسبب لنا خطأ.. إذا كانت ما كملاتش.. وطبعا هو اللي مختص في هذا الجانب.. استنيت شوية لكن ما بنواله.. وانا في هذه اللحظة.. ما نقدرش نفوت الدائرة للمنع.. قبل ما نتأكد.. حيث الأمر يشكل خطر عليها.. وحتى على الضار.. تفكرت العصة.. وقلبت عليها بيدي.. حتى لقيتها.. بديت كندوزها في أنحاء الدائرة.. واش غدي نشده.. لكن ما رضيتش لبال الكرسي.. حتى ضربته وطاعه.. ودارت الصوت.. وفي نفس الوقت.. سمعت صوت آخر.. غير ديال دك الكرسي.. أنا عرفت بلي القضية حمادت.. من بعد ما بان البلان العكسي.. انقلست وحسيت القرعة.. وخويت دك شوية ديال المال.. اللي باقي فيها على الدائرة.. وتجمت.. شوية بديتك نسمع حس خطوات.. المصدر ديالها رجلين حافيين.. بديتك نقرأ تعويضة الجملة.. ولكن هذه المرة.. خير في خاطري.. سديت عينيها.. كي لا نحاول نركز مع التعويضة.. وننجح هذه المرة.. وفي هذه اللحظة.. سمعت حركة من عند الباب.. بحل لشي حد كي يحاول يحلوه.. وغير بالشوية.. بديتك نسمع أزيل بحل تصفار.. وأقرب إلى العمس.. من جهتي ودني يبزوش.. أتصابت بالضعر.. حيث هذا الأمر يدل على أن الخادم.. ما زال في الصالة.. هو بالله هو اللي درش حاج العامر.. الحل دابا.. هو تصدير الطلاصم.. وقراءة الحروف ديالها على شكل مثلثات.. والإنهاء ديالها على شكل ذوائر.. وهذا ما يسمى.. زلزلة العواصف.. درتي يدين شوفوش.. غادي نلقى الصفحات المنزوعة من الكتاب شمس المعارف.. اللي ربما غادي يكون طاح العامر.. لكن وللأسف.. ملقي توالو.. سمعت الباب تحل شوية.. وتعود.. ودابا مبقى خيار آخر.. من غير أنا نستعمل آخر سلاح.. واللي غادي يحرق الأخضر اليابس.. وقفته بالديت.. ودونت.. في.. ها.. ها هو.. مث.. داخ.. أغتا.. خد.. واترك.. ميم وخاء.. را.. را.. ألف.. را.. را.. ألف.. أغتا.. أغتا.. وباقي مساليت حتى أسمعت واحد الصوت.. شي حتى كنكيك حب.. سكد.. أحبث.. وش.. وش بغيت تحرقني معاه؟ هامير.. فين كنت يا صاحبه؟ أغتا.. أغتا.. أغتا ضحكنا معاك.. وابغيتا تندمنا.. كيفاش تضحك؟ ما فهمتش؟ را غير كنت جد فيك.. من اللي وصلت لي السبعين في تعاويدات الجملة غبر الخادم لك شي لاش ضربت لك يديك وخرش من دائرة المنع وسقلت لكي نشد فيك ونشوفك واش غادي تتخلاع او لا لا وتستطر تهدر ساعة بقيتي ساكت العفريت واش تستطيتي واش هتشيل فيهم زاح بغيت تخرج علي هنا ولا شنو ولو كان كملت الزلزلات الحواصف فين غادي تصبح صافي صافي هذا نسالي العملية التي تفقنا عليها نجحاتها بنيسبة 2-70% انها يمكننا لنا نحددوا لي لا تكون خاصة ونوجدوا ليها لكي ندخلوه في المرحلة الثانية واش غادي نبقى هنا هذه الظروف الضلام حل الباب وجيب لي القنديل رأس المراحة ومشا عميري حل الباب خرجت انا من الدائرة وزيت القرعة وحطيت يدي على الأسا اللي كان فيها القانشو والشرط وانا فاضل اللحظة سمعت صوت عامر كعيت لي وقال لي اجيب السربة حطيت كل شي وانا نخرج من الصالة وهنا غادي نتفاجأ من هدك الشي اللي شفت وذك الشي اللي ما عمرني توقعت انا نشوفه لقيت اختسامية طايحة في الأرض وكانت مغيبة مشيت خديت القنديل وقربته باش نشوف مالها وهنا قل لي يا عمربي اللي رأى كنت تنفس عادي لكن الطيحة ديالها ماشي صخفة يعني ماشي عادية شفت فيه وقال لي يا واشدبه فهمت القصد ديالي ما تقول لي يا شراها رات قصد هذا الشي هو اللي واقعه كيف قلت لي قبيله من اللي قلت لي بللي حضر خادم آخر بتعويده وحده في نص الوقت قلت ليك بللي راح ما يمكنش اذا سامع هي اللي كانت مور الباب وصوتها هدك اللي تسمح اياها سيدي هي اللي ستت الباب وتزبت في نصيهر الخادم وتحرره كنت كنحاول نفيقها ساميها 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 سامي اختي فيقي فيقي ايمان بلا ما تصدع راسك مالك عارف شنوا يواقع اجي اجي هالزامعي ندخلو هالصالة كيفاش ندخلو هالصالة اللي موج الناسة باش تزيد تسطر ما بقيتش كتمييزة صاحبي وقفت ومشيت الجهة الدروش وبديت كنت تحسس وش الوالدة نعسات مع انني متأكد باللي راح نعسى حيث الوقت كان متعطل رجعت للمراحة زيد زيد عاوني نطلعوها البيتها الفوق ولكن غربت شوية لن فيقو الوالدة بالله بالله تمزج بين الخير والشر هزيتها أنا من كتافها وهو هزة من رجليها طلعناها غير بشوية لبيتها وحطيناها في بلاستها عامر طلع القنديل دغية باش نضويه حيث البيت كان مظلم وانا خديت القنديل من عند عامر وضويت جهة فراشها لكن المفاجأة والطعمة الكبرى من اللي شفنا دك العجب يتبع كانت هذه نهاية الجزء كانت مننا تخليونا التعليق ديالكم والتوقعات ديالكم في الجزء الثاني وانتلقوا الغد مع لحظة ديالي لكي في العادة وما تنسوش تشتركوا في القناة ووضيفوني على الانستغرام اللي سيقندي لكم لايفات مرة الحلقة او نحط لكم صورة ديال الحلقة وتعطونا الآراء ديالكم تسمع فهاتشيلي كاين وانتلقوا غدا ان شاء الله